أهلا بكم مشاهدينا في نشاة الأخبار نستيلها من الرباط حيث انعقد مجلس الحكومة برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش أمس أكد فيه السيد أخنوش أنه ابتداء من 28 من دجمبر الجري ستستفيد حوالي مليون أسرة من الدفعة الأولى للدعم الملك المزيد من تفاصيل المجلس في تقرير عبدالطيف بن طالب حوالي مليون أسرة مستوفية لشرط العتبة في السجل الاجتماعي الموحد ستستفيد أواخر هذا الشهر من الدفعة الأولى للدعم الاجتماعي المباشر وفق ما أكده رئيس الحكومة عزيز أخنوش في اجتماع المجلس الحكومي ابتداء من 28 دجمبر الجري ستستفيد حوالي مليون أسرة مستوفية لشرط العتبة في السجل الاجتماعي الموحد أي ما يعادل 3.5 مليون مغربي من الدفعة الأولى لهذا الدعم المالي والتي لن تقل قيمتها عن 500 درهم للأسرة مهما كانت تركيبتها باب تقديم الطلبات ما زال مفتوحا عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بالتسجيل للاستفادة من الدعم وإلى حدود اليوم سجل ما يقارب مليوني طلب وبخصوص إصلاح المنظومة التعليبية قال رئيس الحكومة إن إصلاح القطاع لا يمكن أن يحقق أهدافه إلا بتعزيز مكانة الأستاذ حرصنا على خلق جو المنطقة مع هذه الفئة من خلال تحسين وضعيتها المادية والاتبارية وهو ما يعكسه اتفاق 10 ديشمبر الجاري بإقرار زيادة صافية وعامة في الأجور لا تقل عن 1500 درهم شهريا وهي الزيادة الأعلى في تاريخ المملكة المجلس الحكومي الأسبوعي صادق على مشاريع مراسيم تتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء وبتحديد تنظيم لجنة النظر في المخالفات الضريبية وكيفية سيرها وبتطبيق الضريبة على القيمة المضافعة وبرخصة الثاقب لتحديد شروط ومسطرة منح الرخص كما تمت المصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا وفي خبر آخر علن وزير التربية الوطنية وتعليم الأولي ورياضة شكيب بن موسى أمس بارباط أن اللجنة الوزارية والنقابات التعليمية الأكثر تمثلية توصلت إلى اتفاق بشأن تعديلات المرتبطة بالجانبية التربوي والمالية لموظفي قطاع التعليم نتابع التفاصيل في سياق التقرير التالي اللجنة الوزارية والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية توصلت إلى اتفاق بشأن التعديلات المرتبطة بالجانب التربوي والمالي لموظفي قطاع التعليم وفق ما أعلن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي ورياضة شكيب بن موسى عقب اجتماع لللجنة الوزارية المكلفة بمعالجة الإشكاليات المرتبطة بالنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية مع ممثل النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية كان واحد توافق على واحد العداد الملفات والإجراءات التي عندها ارتباط إما بالجانب التربوي إما عندها ارتباط بجانب المالي لتحسين الوضعية لرجال ونساء التعليم من جانبه مسجل ممثلون نقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية أن الاجتماع كان فرصة للحسم في كل التعديلات المتعلقة بالنظام الأساسي معبرين عن تفاؤلهم إزاء نتائج الاجتماع والتطور الإيجابي الذي طبع المناقشات العمل الذي ذرناه كان حول التعديلات حول النظام الأساسي مجموعة من التعديلات والتطقيقات في المواد تمت مراجعته مادة بمادة بشكل شامل بما يتلاءم على المطالب للشغيل التعليمية في كل القضايا التي ترت حساسية وترت بعض الاحتجاجات تم الاجتماع من أجل الحسم في كل التعديلات المتبطة بالنظام الأساسي الاعتبار أن الإعادة تمت مادة مادة اليوم سيتم تضمين كل ملاحظتنا وأيضا اقتراحتنا في محضار رسمي اشتغلنا بشكل كبير على الانهاء النهائي للنظام الأساسي ودخلنا لمقتضايا الانتقالية لفيها إجابات حقيقية على الانتظارات للشغيل التعليمية نعتبر أنه توقع تقدم كبير في أشغال الجنة الوزارية مع النقابة التعليمية الخمسة الأكثر تمتيلية فيما يخص عدد كبير من الحلول خاصة بالفئات التعليمية اللجنة الوزارية المكلفة بمعالجة الإشكاليات المرتبطة بالنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية تنضم بالإضافة إلى السيد بن موسى كلا من وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري والوزير المنتدى بالمكلف بالميزانية فوزي الأقجع وطنيا دائما تستمر بإقليم الحوز عملية هدم المنازل المتضررة من الزلزالة وإزالة القاضة لإعادة البناء بجماعة أنكال وتقوم عملية هدم المنازل المتضررة كليا أو تلك التي تضررت جزئيا بناء على تقرير من اللجن المختصة رغدا قبوري في المتابعة السلطات المحلية والمصالح المعنية على مستوى الجماعة القروية أنكال التابعة لإقليم الحوز تواصل عملية هدم المنازل المتضررة جراء زلزال ثامن جتنبير الماضي وإزالة الأنقاض في أفق البدء في عملية البناء إضافة إلى استمرار عملية إزالة الأنقاض وإعادة البناء تقوم السلطة المحلية بمعالجة التظلمات والطلبات التي تقدمها الساكنة والحرص الدائم والمتواصل على استفادة جميع الساكنة التي انهارت منازلها كليا أو جزئيا من الدعم المادي المخصص لها عملية هدم المنازل المتضررة كليا أو تلك التي تضررت جزئيا تتواصل بالمناطق المعنية بناء على تقرير من اللجان المختصة وكذا تتم عملية رفع الأنقاض والأتربة والمخلفات عبر معدات وأليات تمت تعبئتها للقيام بهذه العملية في أفضل الظروف وفي موضوع منفصل قدمت وحدة تابعة للبحرية الملكية صباح الاثنين بعرض صحل المحمدية المساعدة لما مجموعه ثلاثة واربعون ملاشحا للهجرة غير شرعية ينحدرون من إفريقيا جنوب الصحراء من بينهم سبعة عشر امرأة وأربعة أطفال ورديعان وأوضح بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية عن الأشخاص الذين تم إنقاذهم تلقوا الإسعافات الأولية على متن وحدة البحرية الملكية قبل نقلهم سالمين إلى بناء الضر البيضاء وتسلمهم لمصالح الدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات الإدارية الجاربها العمل نتابع الآن بالأخبار الدولية وفي جديد بلاف نزاع روسيا الأوكراني قالت روسيا إن قواتها سقطت عددا من المقاتلات الأوكرانية وطائرات بدون طيار يأتي ذلك في وقت ردت فيه كياب بأن قواتها قد شنت ضربات عسكرية على مستودعات ذخيرة ومنشآتها الدفاع الجوي الروسي نتابع تقرير مريم الحمر مسلسل الصراع الروسي الأوكراني لا يزال مستمرا آخر تطورات الميدانية تشير إلى صد الدفاع الروسي هجمات من الجانب الأوكراني وتدمير مستودعات الذخيرة الأوكرانية وفق وزارة الدفاع الروسي القوات الروسية أشارت أيضا إلى إسقاط أربع طائرات مقاتلة أوكرانية وتسع وأربعين طائر دون طيار فضلا عن اعتراض العديد من الصواريخ والقذائف المضادة للسفن من جهتها أصدرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية تقريرا أشارت فيه إلى حدوث ثمانية وأربعين اشتباكا قتاليا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية كما قالت أنها شنت دربات عسكرية على تجمع للقوات والأسلحة والمعدات العسكرية الروسية التقرير أضاف أيضا أن القوات الأوكرانية شنت هجوما على مستودعات ذخيرة ومشآت الدفاع الجوي الروسي عام آخر يمضي دون أن تلوح في الأفق مؤشرات قد تمهد الطريق لوقف مسلسل الحرب في شرق أوروبا والعودة إلى طاولة يحضر فيها الحوار ويغيب عنها الصراع ننتقل هذه المرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية حيث صدقت الجمعية العامة على ميزانية للأمم المتحدة بقيمة تبلغ ثلاثة مليارات وتسع وخمسين مليون دولار مواجهة لتمويل أنشطة المنظمة الدولية في عام الفين وأربعة وعشرين تفاصيل مع هنا أحجي الجمعية العامة تصدق على ميزانية للأمم المتحدة بقيمة تبلغ ثلاثة فاصلة تسع وخمسون مليار دولار مواجهة لتمويل أنشطة المنظمة الدولية في عام الفين وأربعة وعشرين وتغطي الميزانية أنشطة المنظمة الأممية في مجموعة من المجالات بما في ذلك الشؤون السياسية والعدالة والقانون الدوليين وتعاون الإنمائي الإقليمي وحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية والإعلامة هذا وتقرر إنشاء حساب خاص معني بتمويل صندوق بناء السلام تابع للمنظمة قبل المصادقة على مبلغ خمسين مليون دولار من الاشتراكات المقررة سنويا لتمويل الحساب اعتبارا من فاتح يناير الفين وخمسة وعشرين ويعتبر صندوق بناء السلام الأداة الرائدة للأمم المتحدة للاستثمار في جهود الوقاية وبناء السلام ويدعم الاستجابات المشتركة لمعالجة فرص بناء السلام الحاسمة وربط ركائز التنمية والعمل الإنساني وحقوق الإنسان وبناء السلام دولياً دائماً نطلق تصين الاثنين أربعة قمار استناعية للأرصاد الجوية إلى الفضاء بنجاح من مركز جيوتيوان لإطلاق الأقمار الاستناعية في شمال غرب البلد وستستخدم الأقمار بشكل رئيسي لتقديم خدمات بيانات الأرصاد الجوية التجارية المزيد مع شماء بكا نجحت الصين في إرسال أربعة أقمار استناعية للأرصاد الجوية إلى الفضاء من مركز جيوتيوان لإطلاق الأقمار الاستناعية في شمال غرب البلاد وتم إطلاق هذه الأقمار الاستناعية التي تنتمي إلى نظام تيان مواحد للأرصاد الجوية على متن صاروخ من تراز كويتش واحد ودخلت هذه الصواريخ إلى المدار المخطط لها بنجاح وستستخدم هذه الأقمار الاستناعية بشكل رئيسي لتقديم خدمات بيانات الأرصاد الجوية التجارية ويتعلق الأمر بالمهمة رقم 23 لسلسلة الصواريخ من تراز كويتش واحد ننتقل هذه المرة إلى تايلاند حيث أعلنت السلطات التايلوندية أن الفيضانات النجمة عن الأمطار المزيرة تسببت في تشريد عشرات الألاف من الأشخاص في أقصى جنوب البلاد وبحسب المصدر ذاته شملت الخسائر النجمة عن هذه الفيضانات تغلق بعض المدارس في إقليمية يالا ونريثوات بالإضافة إلى قطع بعض الطرق وهطوطي السكك الحديدية المزيد مع سكينة مسوية أزمة طقس تخلف مشاهدا مؤسفة الصورة هنا من أقصى جنوب تايلاند منازل محاصرة بالمياه طرق اختفت مع علمها هكذا أصبح حال السكان بعد هطول أمطار غزيرة تسببت في فيضانات هائلة غمرت الشوارع والمنازل الفيضانات تسببت في تشريد عشرات الألاف من الأشخاص واقتلاع الأشجار في وقت انهارت فيه الطرق من الأساس وسعيا لتقليل المخاطر أغلقت المدارس في إقليمية يالا ونريثوات وتوقيف حركة بعض القطارات كما تم تقديم الإسعافات للمتضررين السلطات التايلاندية حذرت السكان من خطورة الوضع وأمرت بالاستعداد لإخلاء المنازل المتبقية في حال ارتفاع منسوب الفيضانات أكثر مما هو عليه وذلك تفاديا لتسجيل خسائر بشرية على أمل تراجع مستوى الأنطار خلال الأيام المقبلة أعود إلى الأخبار الوطنية يحتفل مسلمون ومسيحيون ويهود بيدر البيضاء بالقيم المغربية للتعيوش والأخوة وذلك بمناسبة نهاية السنة الميلادية المزيد في تقرير هشان فرحان مسلمون ومسيحيون ويهود التأموا بالدار البيضاء حول بيوش دولفخة اغنيتي أو حلوى الأخوة مبادرة قدمها شباب مغاربة بمناسبة أعياد الميلاد والهدف منها تعزيز قيم السلم والتعايش نحن إخوة سواء كنا مسيحيين أو مسلمين أو يهودا أو كنا بيضا أو سود وهذا الاحتفال هو فرصة لكي نؤكد أن العالم الذي يحتاج إلى السلام أكثر من أي وقت مضى عليه أن يتعلم من المغرب الدروس في التعايش والسلام الاحتفال تميز بتقديم شهادات لممثلي الديانات السماوية الثلاث أكدت على ضرورة التعرف على الغير بشكل جيد مع الدعوة إلى محاربة خطاب القراهية والمساهمة في تقوية روابط التعاون والتآذر السلام والوحدة التي تم التأكيد عليها في هذا الاحتفال تستجيب لتطلعات المغرب والمغرب هو مثال يحتدى في عالم نحتاج فيه إلى الإيمان بالإنسانية أكثر من أي وقت مضى الحاضرون استمتعوا في هذا الاحتفال بأغان قدمها كرال الشباب البغواس إلى جانب عروض لفن عساوة قدمتها فرقة شبابية إلى قلعة سراغنة هذه المرة حيث نظمت ندوة تندرج في إطار إنجاز مشروع قلعة سراغنة نحو بناء هوية ثقافية من خلال تاريخ والفن والعمران والرأسمال اللامدي وتسعى هذه الندوة إلى تعريف بتاريخ المنطقة والإنجازات التي شكلت جزءا من ذاكرة المجتمع المغربي نغدى قبوري وباقي التفاصيل ومضات من تاريخ قبائل منطقة سراغنة زمران عنوان ندوة علمية نظمت بدار الجمعيات والمبادرات المحلية بمدينة قلعة سراغنة بمبادرة من المركز المغرب للإعلام والتدريب يأتي تنظيمنا لهذه الندوة اليوم والموصومة بومضات من تاريخ قبائل سراغنة زمران في إطار مشروع يتضمن أنشطة عديدة أولها هذه الندوة ثم مسابقات في الصور التاريخية ثم تصوير المجموعة من الروبورتاجات والحلقات الوثائقية الندوة تهدف إلى التعريف بتاريخ المنطقة ومعارفته من أحداث وإنجازات التي شكلت جزءا من ذاكرة المجتمع المغربي هذا اللقاء هي فرصة لتعميم التقافة للجميع وكذلك مشروع دمقراطة التقافة على اعتبار أن التقافة هي المنطلق الأساس لتنمية مستدامة بإقليم كالعسراغنة وخلال الحدث تمت إقامة معرض لصور الفروسية التقليدية التبردة تضمن عددا من السربات التابعة لهذه المنطقة بالإضافة إلى معرض آخر للصور التاريخية حول ذاكرة المقاومة وجيش التحرير وقبل الختام نجحت الموسيقى العربية الأندلسية التي طالما تربت مسامع أشاقها منذ قرون في أن تنصهر في الهوية الثقافية المغربية لا سيما بمنطقة رباط سلة التي تعد مهد أسماء لامعة في هذا اللون الموسيقي العريق ومقر أول مركز وطني لترب الألة نتعرف على هذا المركز في تقرير شيماء باكا بالمركز الوطني لترب الألة الواقع في قلب المدينة العطيقة للرباط يتلقى هؤلاء البراعم دروسا في ترب الألة والموسيقى الأندلسية تحت إشراف أساتد مؤهلين لمواكبة المستفيدين من تعلم أساسيات هذا النوع الموسيقية الذي يعد جزءا لا يتجزأ من ذاكرتنا الجماعية من ضمن الأهداف ديال المركز هو تحبيب هذا التراث الذي خلوه جددنا وتورطنا وحملنا الرسالة دياله على آتقنا إذا انتحنا الدور ديالنا هو أننا نحبه للأطفال والشباب والشباب والجميع والوعيد وجميع المهتمين بهذه المادة المركز الوطني لترب الألة ومن أجل تعميم هذا الأسلوب الموسيقي الأندلسي على كافة الأجيال يقترح ورشات متنوعة موجهة لتلقين العزف على الآلات الموسيقية من قبيل البيانو والعود والكمان والقانون بالإضافة إلى حصص للآلات الإقاعية بدل الخبر الثقافي نكون قد وصلنا مشاهدنا لنهاية النشرة لكن تغطيتنا مستمرة لأبرز الأخبار بعد قليل نلتقي في موجزا لأهم الأنباء دمتم في أمان الله